يدفع اللبنانيون كلفة باهظة نتيجة استمار الصراع بين حزب الله وإسرائيل فالتقديرات تشير إلى ارتفاع عدد النازحين من جنوب لبنان إلى 140 ألف نازح أرقام تفاقم الوضع الإنساني المتأزم أصلا في البلاد كما ارتفع التسعار والسلع وكلفة والمعيشة نتيجة اشتعال جبهة جنوب لبنان بنسبة 35% لغاية شهر يوليو الماضي وفق أرقام مصدر الإحصاء المركزي بلبنان موجة والغلاء هذه في لبنان بلغت 8% خلال الربعة الثاني من العام الحالي 2040 ومست الزيادات قطاع النقل بـ 30% والخضار بـ 15% والمستزمات المنزلية بـ 20% ما أدى لتآكل القدر الشرائي اللبنانيين وزاد من حدة أزمة المعيشة في البلاد أمام تراجع حاد في مخصصات الدعم الاجتماعي الذي يعتبر شريان حياة للعديد من الأسر اللبنانية في الخلافة السياسية حرمت نحو 150 ألف أسرى من الاستفادة من قرض للبنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار كانت مخصصة لبرامج الدعم الاجتماعي علاوة على ذلك تقلص حجم المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية للبنان مثل مفوضية شؤون اللاجئين واليونسف وبرنامج الأغذية العالمي ما سيفاقم من الوضع الإنساني والاجتماعي لهش في لبنان شكرا للمشاهدة